نظمة احتفالية كبرى تحت رعاية عبد الفتاح السيسي أقيم خلالها مأدوبة إفطار لعدد كبير من المواطنين خلال تكريم أسر وعائلات شهداء الوطن من رجال الشرطة والجيش ده بالإضافة لحفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة الغربية وده كان بحضور عدد من القيادات التنفيذية نظمت الكتلة البرلمانية بمحافظة الغربية حفلة إفطار لأسر شهداء الشرطة والجيش من أبناء المحافظة بمدينة المحلة بحضور محافظة الغربية ألواء أحمد ضيف سقر ومدير الأمن ألواء طارق حسونة والمستشار العسكري وعدد كبير من النواب والقيادات التنفيذية سعيد النهاردة نبقى فيه إفطار جماعي كبير يعني أكثر من حوالي 3000 مواطن موجود في محافظة الغربية فيه أسادة النواب أعضاء مجلس البرنامج كلهم فيه جهاز التنفيذي كله موجود على مستوى المحافظة فيه رجالات الدين الإسلامي والمسيحي الشعب المصري قيادة وشعب وجيش وشرطة مش هينسى الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في مواجهة الأعمال الإرهابية كلها لا إحنا مصرين وموجودين كلنا بالنسبة لإطلاق اسم الشهداء طبعا ده أقل تكريم أن نطلق اسم الشهيد على مدرسة يخلد اسمه ويخلد ذكره ويبقى نبراس يقتدى به في المستقبل لكل الشباب أنه كان في يوم من الأيام في هذا المكان شهيد ضحى بدمه ووزع المحافظة الدروع وشهادات التقدير على تسعين من أسر الشهداء وسط أجواء احتفالية رائعة بحضور ما يقرب من ثلاثة ألاف من أبناء الغربية المجموعة البرلمانية بالغربية كلهم بالكامل خادمين لأسر الشهداء ولحافظ القرآن الكريم لأنه إحنا في الأجواء الرمضانية الجميلة دي أن أكبر أو أكثر حاجة ثوابا عند الله سبحانه وتعالى أو أكبر منزلة الشهيد وحافظ القرآن الكريم طبعا يوم نعتز به باهتمام السيدة النواب والسيدة المحافظة والسيدة المسؤولين عننا وأحنا بنشكرهم على اهتمامهم بنا بطل سينة يعني أنا متفخرة أنه ربنا طلب الشهادة ونالها بس يعني مش عايز أقول لكم هو حرق البد بس أنا مش عايز أقول لكم يعني فضى مصر كلهم والله فضى مصر كلهم بس ربنا بس يدينا الصبر والأموات كلها يدينا الصبر وانتهى الحفل بتوزيع شهادات التقدير لأبناء الشهداء من حفظة القرآن الكريم ووعد المحافظ بتعيين ثمانية عشر من زوجات وأبناء وأشقاء الشهداء في وظائف حكومية وسط حالة من الترحيب